بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا مستمرين معاكم في موضوع التقريب وصلنا إلى المسائل المتعلقة بموضوع التقريب نأخذ الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى تقول إذا أعطى في السؤال الحجم أو المساحة وطلب إيجاد أحد الأبعاد بصورة تقريبية نتبع الخطوات الآتية يعني مثلا عدنا كرة عطانا حجم الكرة ويغيد من عدنا نصف القطر أو عطانا مثلا حجم مكعب ويغيد من عدنا طول ظلع المكعب أو يغيد ارتفاع المكعب أو عطانا مثلا دائرة وعطانا مساحة ويغيد من عدنا نصف قطرة أو عطانا مربع أو مثلا مربع عطانا مساحة ويغيد من عدنا طول ظلع وهكذا إلى آخره من المسائل فخطوات الحل ستكون كالآتي أولا نستخدم قانون الحجم أو المساحة بحسب الشكل المعطى ثانيا نعوض قيمة الحجم أو المساحة وحسب المعطى في السؤال ثالثا نجعل المعادلة بشكل البعد المطلوب إيجاده يساوي عدد رابعا إذا كان المتغير مربع نأخذ الجذر التربيعي للطرفين وإذا كان المتغير مكعب نأخذ الجذر التكعيبي للطرفين وهكذا خامسا نستخدم طريقة التقريب لإيجاد قيمة البعد إذن هذه خطوات حل هذا النوع من المسائل نأخذ المسألة الأولى المسألة الأولى تقول كرة حجمها 84 باي سنتيمتر مكعب جد نصف قطرها بصورة تقريبية مستخدما نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة أول شيء نحدد الشكل المعطى بالسؤال الشكل المعطى هو كرة حجمها 84 باي إذن عطاني قيمة الحجم والمطلوب قال جد نصف قطرها بصورة تقريبية إذن عطانا حجم وعيغيد بعد إذن رح نتبع الخطوات اللي قريناها قبل قليل الخطوة الأولى يقول نستخدم قانون الحجم حسب الشكل المعطى بالسؤال بما أنه الشكل كرة وعييتكلم عن حجم إذن رح نستخدم قانون حجم الكرة وهو V يساوي 4 على 3 باي ر تكعيب هذا هو قانون حجم الكرة ثانيا نعوض قيمة الحجم المعطاة في السؤال قيمة الحجم هي 84 باي لذلك بدل V رح نضع 84 باي تساوي 4 على 3 باي ر تكعيب الآن البي مع البي تختصر فحصفالنا 84 تساوي 4 على 3 ر تكعيب الآن أجعل المعادلة هذه بشكل ر تساوي لذلك أقول ر تكعيب تساوي أقسم على معامل ر تكعيب اللي هو 4 على 3 فالكسر تساوي 84 على 4 على 3 وتساوي 84 في هذه القسمة نقلبها إلى ضرب والكسر اللي في المقام يقلب فيصغ 3 في 4 الآن الأربعة مع الأربعة وثمانين بي اختصار على أربعة واحد 84 على أربعة الثمانية بيها اثنين والأربعة بيها واحد يعني واحد وعشرين إذن هذا يؤدي إلى أن R تكعيب يساوي الجذر التكعيبي لل63 ستبقى الجذر التكعيبي لل63 لأنه لا تطلع من تحت الجذر التكعيبي الآن جعلنا المعادلة بشكل المتغير المطلوب إيجاده يساوي عدد الآن نجد قيمة هذا العدد بصورة تقريبية إذن سنجد الجذر التكعيبي لل63 بصورة تقريبية فنرجع على موضوع التقريب وكأنه صعدنا سؤال تابع لموضوع التقريب إذن السبل البداية نستنتج قيمة البي البي هي أشتساوي القيمة المعطاة بالسؤال وهي 63 والأي هي أقرب قيمة منطقية للبي يعني أقرب قيمة لل63 بشرط أنه تطلع من تحت الجذر التكعيبي أكيد هي ال64 والأي تساوي بي ناقص أي يعني 63 ناقص 64 سالب واحد هذه المعلومات الأساسية اللي نحتاجها الآن نستنتج الدالة كيف نستنتج الدالة فقط نشيل قيمة البي ونضع بدالة اكس فسيعدنا اف للأكس تساوي الجذر التكعيبي للأكس هذه الدالة الآن نشتق هذه الدالة فتح للأكس أش راح تساوي تساوي جه خط قسر واحد على ثلاثة في اكس تربيع تحت الجذر التكعيبي هذه المشتقة الآن نعوض قيمة اي مرة في الدالة ومرة في المشتقة إذن بالبداية سنجد اف للأي اللي اش تساوي تساوي اف للأربعة وستين وتساوي يعني يعني عوض الاربعة وستين ويصب في الدالة اللي هي هذه يعني تساوي الجذر التكعيبي الاربعة وستين وتساوي اربعة الاربعة نجد اف فتحة لالأي يعني عوض الاربعة ويصب في المشتقة فساعدنا اف فتحة للاي تساوي اف فتحة للأربعة وستين وتساوي يعني عوض الاربعة وستين ويصب في المشتقة اللي هي هذه فساعدنا واحد على ثلاثة في اربعة وستين تربيع تحت الجذر التكعيبي وتساوي واحد على ثلاثة في قلنا كلما تصير عدنا هذه الحالة عدنا اوس وجذر بالبداية نستخرج العدد من تحت الجذر وبعد ذلك نرفعه للأوس اذا الجذر التكعيبي الاربعة وستين هو اربعة الاربعة نرفع للأوس اثنين اطسية ستعش اذا تساوي واحد على ثلاثة في ستعش ثمانية واربعين الواحد على ثمانية واربعين ستطلع قيمة صفر بوينت صفر اثنين صفر هذه قيمة ف فتحة للأي الآن نستخدم قانون التقريب اللي هو ف للأي زائد اج يساوي تقريبا ف للأي زائد اج في ف فتحة للأي ويساوي تقريبا الاف للأي قيمة اربعة اوجدناها زائد الاج قيمة سالب واحد نعوض في ف فتحة للأي ايضا اوجدنا قيمة طلعت صفر بوينت صفر اثنين صفر صفر بوينت صفر اثنين الصفر اللي وغل اثنين ما له قيمة لذلك ما ننزله اذا هذه ستساوي تقريبا اربعة موجة في السالب سالب واحد في صفر بوينت نساوي المراتب ستساعدنا اربعة بوينت صفر صفر ناقص صفر بوينت صفر اثنين اذا ستساوي ستساوي 10 ناقص اثنين ثمانية ستساعدنا ناقص صفر 9 بوينت وهذه الاربعة صارت 3 ناقص صفر ثلاثة اذا 3 بوينت ثمانية وتسعين هاي اش تمثلي قيمة R بصورة تقريبية بما انه عن نجد بعد اذا لازم نعرف اشني الوحدة ماله بما انه الحجم عطاني وسنتيمتر مكعب لذلك نصف القطر اللي اوجدنانه بصورة تقريبية راح تكون وحدته سنتيمتر هذا هو حل السؤال الاول الآن نجي على السؤال الثاني السؤال الثاني يقول مخروط دائري قائم حجمه 52 باي سنتيمتر مكعب وارتفاعه 6 سنتيمتر جد طول نصف قطره بصورة تقريبية باستخدام التفاضلات طبعا مني قل باستخدام التفاضلات يقصد باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة نحدد الشكل المعطى بالسؤال الشكل هو مخروط وكن عطانا حجمه والمطلوب هو نصف قطره بصورة تقريبية إذن عطانا حجم وعيغيد بعد لذلك نتبع الخطوات السابقة الخطوة الأولى نكتب قانون الحجم للمخروط اللي هو V يساوي 1 على 3 باي R تربيع Edge هذا قانون حجم المخروط بعد ذلك نعوض عن المعطى أشنو الشيء المعطى المعطى هو 52 باي اللي هو أشيء يمثلي يمثلي الحجم إذن سنشيل V نضع بدلة 52 باي تساوي 1 على 3 والباي تنزل R تربيع مجهولة ال Edge اللي هي الارتفاع كنعطانه يقال وارتفاعه يعني ارتفاع المخروط 6 سنتيمتر إذن سنضع بدل Edge 6 هس إيش صار لدينا البي مع البي تختصر الثلاثة مع الستة الثلاثة بها واحد والستة بها 2 إذن سيصير لدينا 52 يساوي R تربيع فيه 2 يعني 2 R تربيع هس نغيد نجد R تربيع تساوي سنقول R تربيع تساوي أقسم على معامل R تربيع اللي هو 2 فيصيغ 52 على 2 إذن هذا يؤدي إلى أن R تربيع تساوي 26 هاي R تربيع أنا أغيد R كيف أتخلص من التربيع بأخذ جذر التربيع إلى الطرفين فتصيغ R تساوي جذر ال 26 الآن نغيد نجد جذر ال 26 بصورة تقريبية لذلك نستنتج قيمة ال B ال B هي 26 وال A هي أقرب قيمة منطقية لل B يعني أقرب قيمة لل 26 تطلع من تحت الجذر التربيع أكيد هي ال 25 وال H تساوي B ناقص A يعني 26 ناقص 25 1 الآن نستنتج الدالة كيف نستنتج الدالة فقط نشيل قيمة ال B نضع بكان X فتصيغ تساوي جذر X إذن هذه الدالة الآن نستنتج المشتقة كيف نشتق هذه الدالة ستصع فتح X تساوي 1 على 2 جذر X هذه المشتقة الآن صعدنا دالة ومشتقة نعوض قيمة A مرة في الدالة الأصلية ومرة في المشتقة إذن بالبداية سنجد F لل H تساوي F لل 25 وتساوي يعني يعوض 25 ويصب في الدالة F يعني هون فساعدنا جذر 25 إذن ستساوي 5 الآن نجد F فتح لل A ستساوي F فتح لل 25 وتساوي نعوض 25 في المشتقة فتساوي 1 1 1 على 2 في جذر 25 وتساوي 1 على 2 في جذر 25 خمسة إذن ستساوي 1 على 2 في 15 10 الفتحة لل A أيضا أوجدناها هي 0 1 إذن ستساوي 5 زائد 1 في 0 1 0 1 وتساوي تقريبا 5 زائد 0 1 5 1 أش أتمثلي هذه 5 1 أتمثلي قيمة R بصورة تقريبية إذن الوحدة مالة ستكون سنتيمتر لأنه عطاني قيمة الحجم الوحدة مالته سنتيمتر مكعب لذلك البعد أيضا سيكون بالسنتيمتر هذا هو حل المسألة كاملا سنتيمتر